السلام عليكم النتائج الاولية للانتخابات الرئاسيات الايرانيه تظهر تقدم بويزو شكيان على منافسة المحافظ سعيد جليلي موظفون يفرزون الاسوات في مركز اقتراع بالعاصمة الايرانيه طهران بعد انتهاء التصويت في جولة الاعادة في الانتخابات الرئاسيات الايرانيه بين مصعود بويزو شكيان وسعيد جليلي ارتكيل انفارمي سينافر بيومي يومي بواشا دي ليرول بي بي سينيوز عربي 5 يولي وتموز 2024 اخر تحديث قبل ساعة واحدة اغلقت صناديق الاقتراع بالجولة الثانية من الانتخابات الرئاسيات الايرانيه التي تنافس فيها الاسلاحي مسعود بويزو شكيان الذي يدعو لانفتاح على الغرب والمفاوض السابق في الملف النووي المحافظ المتشدد سعيد جليلي المعروف بمواقفة المتصل به ايزاء الغرب وقالت وزارة الداخلية الايرانيه ان النتائج الاولية تظهر تقدم مسعود بويزو شكيان على منافسة المحافظ سعيد جليلي واعلن المتحدث باسم لجنة الانتخابات في الجمهوريات الاسلامية الايرانيه محسن اسلامي عن فرز اكثر من 23 مليون صوت حتى الان ووفقا للجنة الانتخابات فقط حصل مسعود بويزو شكيان على 12 مليون وسبعمائة واربعة الاف وتسعمائة وعشر صوتا فيما حصل سعيد جليلي على عشر ملايين واربعمائة واربع وسبعين الفا ومائتين وثماني وثلاثين صوتا وبذلك يتقدم بويزو شكيان باكثر من مليوني صوت على منافسة جليلي واظهرت مقاطع الفيديو المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي خروج انصار بويزو شكيان الى الشوارع في طهران وعدة مدن اخرى للاحتفال بفوزه رغم انه لم يتم فرز سوى نصف الاصوات تقريبا وقال مسؤول ايراني فضل عدم الكشف عن هويته لوكالة الروية ترزل الانباء لم تسمه ان بويزو شكيان متقدم كثيرا على سعيد جليلي بناء على الاصوات التي تم فرزها حتى الان وقد انتهت عملية الاقتراع عند منتصف الليل في ايران بعد تمديدها ثلاث مرات ليصبح مجموع مدة الاقتراع ست ساعات وقال محسن اسلامي المتحدث باسم لجنة الانتخابات في البلاد في مقابلة مع تلفزيون ايران ان مراكز الاقتراع ملزمة بجمع الاصوات من جميع الاشخاص الذي كانوا يصوتون اثناء اعلان انتهاء اغلاق مركز الاقتراع في الساعة الثانية عشر ظهرا منتصف الليل الخامس وثلاثين دقيقة بعد ظهر مساء بتوقيت غارينيتش ما هي صلاحيات الرئيس في ايران بين الاصلاحي والمحافظ كيف تختلف برامج المرشحين لرئاسة ايران وقد اعلن تلفزيون الرسمي بان نسبه لاقتراع تجاوزت الخمسين في المئة حيث شرك اكثر من واحد وثلاثين مليون شخص على ان يتم بث نتيجة فرز الاصوات مباشرة على التلفزيون الرسمي لأول مرة في تاريخ البلاد ودعي نحو واحد وستين مليون ناقوب في ايران الجمعة للادلاء باصواتهم في ثمانية وخمسين الفا وستمائة وثماني وثلاثين مركزا في انحاء البلاد وكان المرشد الاعلى للبلاد ايت الله على خامني قد دعا الى مشاركة اكبر في الانتخابات هذه المرة مع تأكيده على ان الامتناع عن التصويت لا يعني معادات نظام اثقال خامني يوم الاربعاء ان الاقبال على التصويت كان اقل من المتوقع الاسبوع الماضي لكنه اضاف قائلا انه من الخطأ القول ان اولئك الذين امتنعوا عن التصويت في الجولة الاولى يعارضون الحكم الاسلامي ونقل تلفزيون الايراني الرسمي لحظة ادلاء المرشد الاعلى بصوته عندما فتحت مراكز لاقتراع ابوابها في الساعة الثامنة صباحا صباحا بالتوقيت المحلي الرابع وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت غرينيتش وقال خامني لتلفزيون رسمي بعد ان ادلب صوته صباح الجمعة بلغني ان حماس الناس واهتمامهم اعلى من الجولة الاولى وادعو الله ان يكون الامر كذلك لانها ستكون انباء مرضية واضعف في المرحلة الثانية من الانتخابات على الشعب ان يكون اكثر عزيمة اليوم لاحسن نتائج الانتخابات وان يكون لدينا رئيس قدن كما اظهرت لقطات تلفزيون رسميات الناخبين وهم يصطفون خارج مراكز الاقتراع وسط ايران في حين قال مرسل وكالة فرانس بارس المراكز لاقتراع بدت اقل ايزيت حاما في العاصمة طهران وتأتي لانتخابات في ظل صخط شعبي ازاء حالة الاقتصاد الايراني المتضرر من العقوبات المفروضة على البلاد كما تتزامن مع تصاعد التوترة في الشرق الاوسط بسبب الحرب بين اسرائيل وحليفه ايران في غزة حركة حماس وكذلك حزب الله في لبنان فضلا عن الضغوط الغربيات المتزايدة على ايران بسبب برنامجها لتخصيب لاوران اوم ومن غير المتوقع ان يحدث رئيس المقبل اي تحولا في سياسيات تهران تجاه البرنامج النووي او تخييرا في دعمه لمجموعة الميليشيات في جميع انحاء الشرق الاوسط لكنه سيد رمهام الحكومة اليوميات ويمكنه ان يؤثر على لهجة ايران في سياساتها الخارجيات والداخلية على الرغم من ان بوزي شكيان لا يبدأ اعتراضا على الحكم الديني في ايران الا انه تعهد باطباع نهج مختلف متنقد تصرفات شرطه الاخلاق التي تفرض قواعد غير اخلاقيات صارمة على النساء وفي السياسة الخارجية يدعو باسشي كيان البالغ تسعة وستين عاما الى خفض التوترات الدولية واستعادة الدبلوماسية النشطة والمشاركة البناءة مع العالم ويجادل من نفسوه المحافظون بانه يهدف الى مواصلة سياسات ادارة حسن روحاني التي يرونها فاشله فيما شكك العديد من الناخبين في قدرته على الوفاء بعود حملته الانتخابية وقد تعهد باسشي كيان الذي شغل منصب وزير الصحة سابقا باصلاح النظام الصحي وتحسين الجودات الخدمات الطبية وتقليل تكاليف العلاج واكد باسشي كيان على تحسين ظروف التعليميات وزيادة جودة المدارس والجامعات كما يدعو الى ان تلب النساء الدوار النشطة ومتساوية في جميع المجالات والاجتماعيات والاقتصادية والسياسية اما منافسة المحافظ جليلي ذايل 58 عاما الذي كان رئيسا للمفاوضات النووية الايرانية وامنا للمجلس الاعلى للامن القومي كما عينه المرشد الاعلى ممثلا له في المجلس الاعلى للامن القومي لستة عشر عاما ويرفع جليلي شعار تحويل التهديدات الى فرص ويقول انصاره انه قاوم الضغوط الغربيات وتبع سياسة صلبه ومتطلبه رافضا الرضوخ لمطالب الدول القوية وقال جليلي ان الاتفاق الذي انسحبت منه الولايات المتحدة في عام 2018 في عهد الرئيس الامريكي السابق دون الترامب لم يفد ايران على الاطلاق وانتقد الاتفاق الذي رأى انه انتهك جميع الخطوط الحمراء للجمهوريات الاسلامية بالسماح بعمليات تفتيش لمواقعها النووية وعلى الرغم من ان رئيس الايراني القادم سيكون مسؤولا عن تطبيق سياسة الدولة التي حددها المرشد الاعلى الذي يتمتع بالسلطة العليا في البلاد الا ان المحللين يقولون ان فوز جليلي في الانتخابات الرئاسيات قد يحدث تحولا اشد عدايا في السياسة الداخلية والخارجيات للجمهوريات الاسم وها هنا قد وصلنا الى نهاية الفيديو ارجو ان يكون قد نال اعجابكم